بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل العلم النافع طريقًا لرضاه والصلاة والسلام على رسوله معلِّم البشرية الرحمة المهدى وعلى آله وصحبه الهُداءة التُّقاه ومن سار على نهجي إلى يوم أن نلقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض أصحاب السمو الملكي أصحاب السمو والمعالي والسعادة آباءنا الأكارم أمهاتنا الفاضلات الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمسيةٍ بهيجةٍ توشحت من أباهيج العلم أقفوا بين يديكم ماثلًا وماثلًا ماثلًا لوطنٍ أعلى من قيمة العلم وماثلًا للفوج الثامن والعشرين من خريج مدارس الملك فيصل فَهَا نَحْنُ نَطْوِ شِرَاعًا أَبْحَرَ بِنَا زَمْنًا فِي بَحْرِ الْعُلُومِ أَوْدَعْنَا فِي دُرِّهِ بَهَاءُ طُفُولَتِنَا ونَثَرْنَا فِي صَدَفَاتِهِ أَحْلَامَ شَبَابِنَا ورسمْنَا على صفحاتِه عِذَابَ أَمَانِينا وفي الوقت نفسِه نتطلع لمُستقبلِنا استشرفناه ولمُرْتَقَ الرَّبَوْنَا ولطموحٍ رَّجَوْنَا ولأملٍ تمنيناه خدمةً لهذا الوطن المُبارَك المُبارَك بقادته الذين يُعلون من قدر العلم ويرفعون من قدر المُنتسِبين إليه الحفلُ الكريم ما سلهمناه نحن شباب الأمة من حث مولاء خادم الحرمين الشريفين على التعليم في قوله إن التعليم في السعودية هو الركيزة الأساسية التي نُحقِّق بها تطلُّعات شعبنا نحو التقدم والرُّقي في العلوم والمعارف لثبيانٌ واضحنا الاهتمام من من بلكتب التعليم وليس تشريفكم أصحاب السمو والحضور الكريم إلا دليلٌ بيِّنٌ على هذا النهج السعودي الحكيم شباب الوطن فيا شباب الوطن أنتم عمادُوا ومُحقِّقوا رُؤيته التي قامت على تكامُلية محاورها الثلاثة المُجشمع الحيوي والاقتصاد المُزَّهِر والوطن الطموح فسارِعوا إلى تحقيق رُؤية وطنِكم وكونوا من صانِع مجده والمُحافظين على سُمو قرايته في ظلِّ رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ووليَّة أهدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة